السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك بعضهم وعلى آله وصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين تأليف الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم علوم الشيخي وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين آمين في المجلس الماضي تكلمنا على مرحلة الدعوة السرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالدعوة أولا حتى يزيد عدد المسلمين وكانت مدة الدعوة السرية حوالي ثلاث سنوات واليوم نتكلم على مرحلة الجهر بالتبليغ مضت كل هذه المدة يعني المدة السابقة في الدعوة السرية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يظهر الدعوة في مجامع قريش العمومية يعني لا يظهرها في المسجد الحرام ولا في دار الندوة اللي بيكتمعوا فيه وغير ذلك ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم حذرا من تعصب قريش فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة يصلي مستخفيا ولما دخل في الدين ما يربع على الثلاثين وكان من اللازم اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم ليرشدهم ويعلمهم اختار لذلك دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهو مما ذكر إسلامه في الأوائل ذكرنا إسلامه في المجلس الماضي ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر عن إجهر وكلمة صدع دليل أن الجهر يؤدي إلى المصاحب لأن فيها الصداع الصداع يعني الألم وفيها أيضا أنه سوف يصدع فيواجه قلوب كالحجارة يقول لك صدع على الجبل يعني كلمة معجزة تيجي الترجم القرآن ما تعرفش تجيب كلمة فاصدع دي بالإنجليزي شوف فاصدع دي فيها الصعوبة فيها القلوب كالحجارة التي تواجه النبي من صعوبتها فيها الألام التي سوف يواجه فيها المسلمون عندما يجهروا بالدعوة في كلمة واحدة فاصدع تقعد تشرح لك كأنها بتشرح لك كل اللي حصل له من ألام بسبب الجهر فهي كلمة من اللغة العربية تعتبر يعني معجزة لا يستطيع مترجم للقرآن أن يأتي بكلمة مثلها في أي لغة كانت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فبدلت دعوة سرة بالدعوة جهرا يعني كانت الدعوة الأول سرا فصارت جهرية ممتسلا فبدلت دعوة سرا يعني النبي بدلها بالدعوة جهرا ممتسلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره فصعد على الصفا وده جبل في مكة معروف الصفا والمرون فصعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش أبو لهب دعا من نبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا يبقى النبي بدأ دعوته جهرا بأنهم يدلهم شي مواجز لا ده هو نفسه دليل صدق دعوتي هو نفسه فبيقول لهم بعد ما اجتمعوا وشايفين الوادي أمامهم بعينيهم يقول لهم لو قلت لكم والوادي أمامكم فاضي كده شايفينه بعينيكم فاضي إن في خلحة تغير عليكم تصدقوني أكتر من عينيكم قالوا أنا صدقك لأنه هو بيمثل بأمر في الغيب عينيهم مش شايفاء لمن بالغيب لمن باليوم الآخر وبالله ده غيب فهو أراد أن يمثل لهم بشيء غائب عن عيونهم ولكن لو أخبرهم يصدقوه شفت العجاز في التبليغ قالوا ما جربنا عليك كذبا يعني نصدقك ونكذب عينين نقول أنت اللي شايف وإحنا اللي مش شايفين يبقى النبي كان هو نفسه وسيرته في قومه قبل أن يوحى إليه في سن الأربعين كان دليل صدق نبوته عشان كده بيقول إيه فقد لبستم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يعني لم أكذب عليكم أربعين عاما ولا مرة منذ كنت طفلا إلى أن صرت مشهورا بالصدق الأمين أفأكذبوا عليكم في أمر عظيم متعلق برب العالمين وعلى شك كده قال لهم إيه بدأ بهذا ما بدأ لهمش مثلا بمعجزة أو قال لهم تريدوا أن أنا أخلي لكم جبل الصفة دهب عشان تصدقوني كان ممكن ما عرض عليه لكن لم يأ هو نفسه دليل صدقه صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين إيدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا وتب يعني جاي من التباب والهلاك يعني فأنزل الله في شأنه تبت يد أبي لهب وتب وفي قراءة بالتسكين أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الجيد اللي هو الرقبة حبل من مسد يعني حبل من ليف والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة لأنها كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب في نوادي النساء لأنها كانت تشعل الفتنة على رسول الله في نوادي النساء فتشعل النار على زوجها في جهنم من مثل ما فعلت في الدنيا ثم نزل عليه في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنوا هاشم وبنوا المطالب وبنوا نوفل وبنوا عبد شمس أولاد عبد مناف عبد مناف جد النبي أنجب أربعة ذكور هاشم اللي خد اللي طالع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشم وبعدين نوفل والمطالب وعبد شمس أنجب أربعة ذكور اللي هما بعد كده بطون قريش كلها كانت منهم وهم بنوا هاشم وبنوا المطالب المطالب ده أخو هاشم برده وبنوا نوفل وبنوا عبد شمس أولاد عبد مناف فقال له إيه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك يعني هذه العشيرة والأقربون فقل إني بريء مما تعملون فجمعهم وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله طبعا إيه هنا في اختصار لأن النبي قبل ما يعزمهم قال للسيدنا علي أحضر زراع شاه وصاع شعير وعمل طعام ودعوا هؤلاء أكتر من أربعين واحد الواحد منهم كان بيأكل المعزة الواحد شوف الواحد فيهم كان يأكل النبي جماعة الأربعين دي على إيه على زراع شاه وصاع من شعير يعني اثنين كيلو ونص شعير عملوهم شوئة خبز ودعاهم وبارك فيه بركه ودعاهم على إيه طعام الأول عنده صلى الله عليه فدخلوا وبعدين إيه جاب له عس كده يعني زي شفشة دورق في مية وقال له أسقيهم والواحد منهم كان يشرب الدورق دا الواحد علشان يبين لهم بركته صلى الله عليه وسلم لهم عهدوها منذ صغره فأكل القوم وشاربوا من هذا وشبعوا أول يوم ما تكلمهمش تاني يوم قال للسيدنا علي ادعوهم مرة أخر يبقى بيتودد إليهم الأول بالأكل ودعاهم بنفس الكمية برضو لدرجة بعضهم قال لي إيه دا سحرنا محمد دا ولا إيه دا الواحد مننا بيأكل الحب بدل وحده وإحنا كلنا كلنا وشبعنا وبائد زي ما هي بقى متعجبين وتالت مرة تالت يوم بقى دعاهم ثم كلمهم بهذا الكلام وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم غررت يعني غشيت خدعت يبقى إيه الغر هي الخديعة والغش ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم يعني ولو خدعت الناس جميعا ما خدعتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا فتكلم القوم كلما لينا كلهم قالوا إيه كلام طيب يعني زي سيبنا نفكر طب يعني حاجات كده لكن إلا أبو لهب فتكلم القوم كلما لينا غير عمي أبي لهب الذي كان خصما لدودا فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تكتمع عليه العرب فإن أسلمتموه إذن ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا ثم انصرف الجم ولما جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة ساخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم فكان إذا مر عليهم يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء ابن أبي كبشة نسبوه لأبيه من الرضاع اللي هو زوج حليم من ببل استهزاء والسخرية هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء وهذا غلام عبد المطالب يكلم من السماء لا يزيدون على ذلك فلما عاب آلهتهم وسفها عقولهم وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم ثارت في رؤوسهم حمية الجهلية غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها أباؤهم فذهبوا إلى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسي حمايته من أيدي أعدائه فطلبوا منه أن يخلي بينهم وبينه أو يكفه عما يقول فردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يريده لا يصده عن مراده شيء فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحث بعضهم بعضا على ذلك ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تنهه عنا وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق ذمهم لعدم استعمال عقولهم فيما خلقت له قال تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آبائنا ألفين حتى كلمة برضو عجيبة جاي من الولف واللي يولف الحيوان يعني كأن ربنا شتامهم في وسط الكلب لأن الولفيته الشيئي يعني التدته عليه دي طبيعة الحيوان يألف الشيئي دون أن يحرق عقله فحتى الكلمة إيه تلاقيها مناسبة للمكان بتاعها وجاي في سورة البقرة والبقرة دابة من الدواب كمان حاجة يعني غريبة ما جاتش الألفين لي إلا في سورة البقرة علشان إيه تفكرك وتذكرك بأن كانوا هم عاملين زي الدواب ماشيين بالعقل خلف أبائهم فيما إيه عبدوا فيه الأصنام بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذا استفهم استنكار عليهم وقال في سورة المائدة وإذا قيل لهم اتبعوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله شوف تعالوا فيها التعالي والعلو كلمة برضو جميلة تيجي الترجمة اللي يقول كام إيه كام بقى إنه شوف تعالى فيها العلو فما تيجي الترجمة القرآن عمرا فيما تجيب بلغة القرآن القرآن ما تدخلوش إلا بالعربي لأن مهما ترجمت لا تستطيع أن تأتي الكلمات المعجزة في مشتقات معانيها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وقال أيضا في سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كل هذا استفهمات استنكارية عليهم وقال أيضا في سورة الزخرف في بيان حجتهم الضاحضة قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة أمة يعني على طريقة متبعة يبا أمنا بمعنى طريقة متبعة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم في هذه المقالة الدال على التعصب والعناد قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فلما تمسكوا بحجة التقليد لأبائهم جر ذلك إلى وصف أبائهم بعدم العقل وعدم الهداية فهاجى ذلك أضغانهم وقالوا لأبي طالب إما أن تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين يعني تخليه يسكت يا إما نتقاتل أنت وهو في جبهة وإحنا في جبهة واللي يغلب هو اللي يتكلم يبا دي اسمها النزال يعني ثم انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطب نفسا بخزلان ابن أخيه فقال له يا ابن أخي إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا فأبقي على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلته حتى يظهره الله أو أهلك دونه وهذه الكلمة كل المسلمين حفظنا تدل على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يهب شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى النسي قلبا وشجاعة لعشان كده ربنا قال له إيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يعني النبي أمر أن يجاهد في سبيل الله ولو منفردا وليس له أن يتراجع مهما كان عدل الجيوش أمامه ولو منفردا لكن أمته أمرت أنها تقاتل معاه ولو لقيت الجيش أكتر من ضعفها تتراجع من إجرشها إنما النبي ما يتراجعش ولو حيواجه الأكوان لأن النبي بالله فعشان كده كان النبي أقوى النسي إيه نفسا وشجاعة صلى الله عليه وسلم فطبعا ما تهزش كلمتين اللي ألهم له أبو طالب عمه لم تهزه بل زادته سباتا حتى إن سباته ده هز عمه قال له خلاص أنا معك على طول بقى يعني إيه يعني هز دعم يعني إجابة غير متوقعة ما حدش قالها قبل النبي على مر العصور جملة كده غريبة عجيبة لم يقلها أحد على مر العصور إلا نبيك صلى الله عليه وسلم ثم بكى وولى لما النبي قال الكلمة دي بكى وولى يعني استعبر فقال أبو طالب أقبل يا ابن أخي فأقبل عليه فقال اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك أو لا أسلمك يبقى اللي يعيش مع النبي همته تعلى ويستمد منه الهمة والشجاعة كده أي وحي يعيش مع النبي كده أو بطالب على كفره استمد منه الشجاعة والهمة فما بالك كمان لو يظهر إيمانه به لأنه كان يبطن في قلبه تصديق النبي لكن خاف أن يظهر الإسلام ما خافة أن تتجرأ قريش على رسول الله سلام فبدأنا بقى في مرحلة الإيذاء بدأوا يؤذوا النبي ويؤذوا أتباع النبي بصراحة كان الأول كلام وتهديد لما وصلنا للمرحلة دي بدأوا يعملوا بالفعل مرحلة الإيذاء ورأى رسول الله سلام من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت وكان من أعظمهم أذى لرسول الله سلام جماعة سموا لكثرة أداهم بالمستهزئين ما ربنا يقول له إن كفينك المستهزئين اللهم أشد الناس عدوة لرسول الله سلام منهم بقى المستهزئين من أبو جهل عمر بن هشام بن المغيرة المخزومي القرش يسموه فرعون هذه الأمة فرعون هذه الأمة اللي هو أبو جهل وفرعون هذه الأمة أشد من فرعون موسى لأن فرعون موسى لما ظهر العقوبة قبل ما يغرأ قال إيه أمنت بالذي أمنت بيه بني إسرائيل ندم لكن شوف أبو جهل وهو مرمي على الأرض مجروح بيطلع في الروح في بدر يركب على صدره سيدنا عبد الله بن مسعود يوم يقول له إيه يقول له أخبر محمد أني أبغضه ويدي له كمان الخنجر بتاعه يقول له كمل علي يلا بسرعة عشان أخلص يا رويعي الغنم يعني اتبحني وخلص وهو مرمي على الأرض من الجراح شوف كان أشد من فرعون موسى يعني مات حتى في آخر لحظة وهو يضمن إيه العداء فأعداء النبي كانوا أشد من أعداء الأنبياء السابقين النبي واجه من هم أشد لأنه أقواهم وأعلاهم قدرا صلى الله عليه وسلم فكان منهم أبو أبو جهل عمر بن هشام بن المغيرة المخزوم القرشي قال يوما يا معشر قريش إن محمدا قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله فإذا سجد في صلاته ردخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بي بعد ذلك بنوا عبد مناف ما بدا لهم يعني قال لهم أنا إيه أنا حاخد حجر كبير وهستنى وهو ساجد أرمي على رأسه فإيه حتى يقتل وبعد كده عمله اللي تعملوا فيها بقى عايقين تقتلوني تضربوني تعملوا اللي تعملوه الموم ما خلص منه من شدة هو أصلا أبو جهل ما كانوش اسمه أبو جهل هو اسمه أبو الحكم أبو الحكم جاي من الحكمة فلما عمل كده مع النبي النبي إيه غير الحكم وخلها أبو جهل فالنبي اللي أطلق عليه أبو جهل لإنه اسمه ما يستهلوش ما يستهلش حتى تقال عليه أبو الحكم فصار اسمه أبو جال فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله سلام ينتظره وغدى عليه الصلاة والسلام كما كان يغضو إلى صلاته كانت الصلاة قبل الإسراء والمعراج مفروضة في أول البعثة ركعتين صباحا وركعتين مساء ليه الفرد اللي بيصلوا ده قبل الإسراء والمعراج بعد قبل ما تبقى بقى الخمس فرائد اللي احنا بنصليها الوقت فهو منتظر معاد خروج النبي للصلاة عرفوها بقى وانتظر وقاعد ومسك الحجر عشان النبي مما ييجي يصلي يرمي عليه الحجر أخذاه الله وغدى عليه الصلاة والسلام كما كان يغضو إلى صلاته وكلمة غدى معناه في أول الصباح وراحة يبقى في آخر النهار يبقى غدى وراح يبقى غدى أول الصباح وراحة آخر الصباح يبقى غدى يعني في أول الصباح وغدى عليه الصلاة والسلام كما كان يغضو إلى صلاته يعني صباحا وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل وهم قاعدين بقى أيام يستنين يتفرجوا فلما سجد عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه حتى إذا دن منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع ورمى حجره من يده فقام إليه رجال من قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل والله ما رأيت مثله قط همم بي أن يأكلني فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل ولو دنى لأخذه الله ده أبو جهل من أهل الكشف بقى يبقى الكشف قد يكون للإهانة مش كل كشف كرامة ده قد يكون الكشف إهانة فإن ربنا جعله من أهل الكشف يعني يرى ما لا يراه الناس إهانة لهم فهمت يبقى إيه الكشف قد لا يكون كرامة مش تتمنى بقى أن ربنا يكشف لك الغيوب طب ما كشف لأبو جهل وما استفدش برضو فالكشف قد يكون فتنة فهمت فما تتمناش أن ربنا يكشف لك الغيوب يعني وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة في البيت فقال له مرة بعد أن رأى يصلي ألم أنهك عن هذا فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول وهدده فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا عشان ولا دكتيريا فأنزل الله تهديدا له في آخر سورة اقرأ كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب ومن أذيته للرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخارية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي فقال أبو جهل ألا رجل يقوم إلى فرث جزوري بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد الجزور اللي هو الجمل المدبوح الناقل المدبوح اسمها الجزور فهم هم قاعدين والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد قال لهم مين يروح يجب لنا الفرث اللي هو ما يكون في كرش الجزور يعني المسبوح من نجسات ومن قصورة القزورات فهاتوا بقى الفرث ده ويلقيه على الرسول الله ده بيقترح هذا الاكتراح وما هذه في القرآن يقول من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يبقى الفرث ما يكون داخل الأمعاء والكرش من القزورات والنجسات فقام عقب بن أبي معيت ابن أبي عمر بن أمية بن عبد شمس أخزاه الله وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم تصور المسلمين أحدين شايفين داعا للرسول لهم مش قادرين يقوموا يدفع عن النبي لسدة ضعفهم وعدم قدراتهم على ملاقات أولئي الناس فلم يزل صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر ورمته وطبعا معروف أن السيداتنا فاطمة ويطفلة كده بسطت لهم كلهم وشتمته جريئة وزالت عن ظهر أبيها هذا القذر الذي على ظهره والنبي هنا لما فضل ساجد والقذر على ظهره بيعلمنا إيه؟ إن الإنسان لو وقعت عليه النجاس عليه ألا ينشرها لأنه لو جلس هيقع الفرس على الأرض يوم ينتشر النجاس هو كده كده نجس الثوب الشريف والبدن الطاهر لكن لو جلس هيقع على الأرض كمان فتنتشر النجاس فانتظر النبي حتى تزال عنه ولا تنجس المكان وهذا من كمال توفيقه وفقه صلى الله عليه وسلم وفهمه لأحكام الطهارة قبل أن يعلمها للناس صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام دعا على من صنع هذا الصنيع القبيح فقال اللهم عليك بالملأ من قريش وسمى أقواما قال ابن مسعود فرأيتهم قتلوا يوم بدر يبقى ربنا استجاب دعاء النبي بس استجابه بعد كم سنة؟ اتنشر سنة انت دعيت بقى لك شهر يقول ربنا ما استجابش ليه؟ شفت التعجل بقى؟ أو النبي استجاب له بس تمت الإجابة إمتى؟ بعدها بحوالي اتنشر سنة في بدر قتلوا فأنت ما تتعجلش الإجابة ادعوا ربنا استجاب هو اللي يظهر لك وقت الإجابة ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي جهل أن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الإراشي فمطله بأثمانها مطله يعني رفض أن يديله تمانه أبو جهل اشترى من رجل أراشي جمال الأراشي اللي أجر الأراشي ده بيقول له إيه؟ فين الأجر؟ قال له بعدين كمان شوية طب بكرة طب بعده الله بقى يماطله مش عايز يديله أجره يعني بلطاجي كمان مش كافر وبس ده كافر وبلطاجي فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله معروف أن العرب كانوا إيه؟ ينصروا المظلوم فراح لجماعة قريش يقول له من رجل ده ظلمني واخد مني البضاعة ومش عايز يديني التمن أعمل إيه؟ فلوها فرصة أن يستهزئه بقى برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي شدت العدوة بينه وبين أبو جهل قالوا له روح لمحمد هو اللي حيجباه فيش غيره اللي حيعرف يجباه عشان إيه؟ يحرشوا بينه وبين إيه عدوه يوم يتفرجوا عدوه يعمل إيه؟ فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاءا لما يعلمناه من أفعال ذلك الشقي بالرسول صلى الله عليه وسلم فتوجه الرجل إليه وطلب منه المساعدة على أبي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه خرج النبي معاه ورح لباب أبو جهل وضرب عليه كويس؟ فقال من هذا؟ قال محمد فخرج منتقي عن لونه سبحان الله يفتكر حكاية إيه؟ الجملي هيا اللي شافه ده وهيبلعه النبي كان يهاب ربنا ألقى عليه الهيبة كانش حد يشوفه إلا وتأخذه رعدة كان عليه هيبة شديدة ده مجرد أن سمع صوته قبل ما يفتح ارتعب ورح فتح الباب إيه؟ وهو مرعوب فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي هذا حقه فقال أبو جهل لا تبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل حتى أخذ ديناه فقالت قريش ويلك يا أبا الحكم ما رأينا مثل ما صنعت إيه اللي جارة؟ قال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي حتى سمعت صوته فملئت منه رعبا فملئت منه رعبا ثم خركت إليه وإن فوق رأسي فحلا من الإبل ما رأيت مثل أو قت لو أبيت أو تأخرت لأكلني عشان تفهم إن الله يدافعا للذين أمن فما بالك بقى إمام المؤمنين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم ومن جماعة المستهزئين اللي هو تاني واحد أبو لهب ابن عبد المطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أشد عليه من الأباعد فكان يرمي القذر على بابه كان جاره بيته جنب بيت النبي يوم يعمل إيه يكنس يؤمر عبيده وخد دامه يكنسه البيت وينضفه يخده كناسة يحطهه قدام باب النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يعمل كده فكان يرمي القذر على بابه لأنه كان جارا له فكان الرسول يطرحه ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه أم جميل بنت حرب بن أمية دي أخت سفيان أبي سفيان أخت أبو سفيان على طول أبي سفيان بن حرب اللي هو جاء من سلالته يزيد اللي قتل سيدنا الحسين عشان تعرف العدوة أديمة وكانت تشاركه في قبيح عملي زوجه أم جميل بنت حرب بن أمية فكانت كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالنمائم والنميمة اللي هي نقل الكلام بالغرر الإفساد وخصوصا بعد أن نزل فيها وفي زوجها سورة أبي لهب ومن المستهزئين ثلث واحد عقب بن أبي معيت كان الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل معه كأبي لهب صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشهد عقب بن أبي معيت لما النبي قال له والله لا أكل طعامك حتى تتشهد فقال الشهدتين ففجئوا الناس إيه ده؟ عقبة ده لو الحمار أسلم عقبة من أسلم فتعجبه فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي القرشي قالوا لأبي بن خلف ما شفتش رسول محمد كان بيأكل عند عقبة وأقسم عليه أن يتشاهد فقال الشهدتين لم هدمه رح يقبله خايف الحسن يكون أسلم فقال ما شيء بلغني عنك قال لا شيء دخل منزلي رجل شريف فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له يعني من باب أن أنا أقول مجاراة له فقط لكن مش اقتناعا عشان يأكل طعامي لأن كانوا يعتبروها عيبة إزاي يجيلك ضيف وما تأكلوش قال أبي وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطع عنقه وتبزق في وجهه وطلتم عينه فلما رأى عقب عشان تعرف قريني السوق بس فلما رأى عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك فأنزل الله فيه في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا الفلان اللي هو أبي أبي ابن خلف يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ومن أشد ما صنعه ذلك الشقي برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو عقب بن أبي معيت ما رواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقب بن أبي معيت فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم النبي كان أقوى جسدا منهم ده كان النبي لو عمله كده كان وقع لكن النبي لم يؤمر بالدفع بالقوة بعد فشوف التزام النبي بأوامر الشرع لم يأمره الله إلا بالجهر بالدعوة ما أمرهمش لم يأمره بأن يتخذ معهم القوة النبي من حيث القوة البدنية أقوى منه بكتير كانوا يعملوا كده يؤهر ما عمل مع ركانة المصارع المشهور الذي لم يعني يوقعه أحد منذ أنه ولد ركانة ده كان من قرش برضا وكان مصارع زي السومو كده عارف بتوع السومو الدخان دول كان ركانة ده حتة جبل صخرة وقفة كده ما كانش حد يعرف يوقعه قبل فالنبي زقه كده وقح فالنبي من أقوى الناس بدنا لكن النبي ليه تركه يعمل فيه كده وسابه لأن لم يؤمر بعد بأن يدفع بالقوة صلى الله عليه وسلم وده كمال الاتزام بالشرع الشريف وكمال التحكم في الأخلاق وفي النفس الغضبية تهمت إزاي؟ لأن النبي كان أحلى من الناس صلى الله عليه وسلم ومن جماعة المستهزئين العاص بن وائل السهم القرش والد عمر بن العاص كان شديد العداوة لرسول الله وكان يقول غر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا إلا الدهر اللي هو الزمن يعني فقال الله ردا عليه في دعوة في سورة الجاثية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وكان عليه دين لخباب ابن الأرط خباب ابن الأرط ده كان إيه؟ كان حداد بيعمل سيوف يعمل سككين يعمل حاجات كده فالعاص بن وائل السامي ده اشترى منه سيف والمفروض يتفعله تمنه فباعي لخباب له دين عند إيه؟ عند العاص ابن وائل وكان عليه دين لخباب ابن الأرط أحد رجال المسلمين فتقاضاه إياه فقال العاص أليس يزعم محمد هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما يبتغي أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم قال خباب بلى قال فعنظرني إلى هذا اليوم فسأوت مالا وولدا وأقضي كدينك بيستهزئ بي يعني كأنه بيقول له أبلني بقى يوم الأيامة في الجنة إن شاء الله أبديك ما حيب عندنا مال كتير قال يعني هو في الجنة يعني وده كل استهزاء مش احتراب إن في جنة ونار فأنزل الله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونريثه ما يقول ويأتينا فردا ومن جماعة المستهزئين أيضا الأسود بن عبد يغوث الزهري الزهري القرش من بني زهرة أخوال رسول الله لأنه استنا آمنة أم نبينا من بني زهرة فهو يعتبر من أخوالي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين يقول قد جاءكم ملوك الأرض استهزاءا بهم لأنهم كانوا متقشفين ثيابهم رثة وعيشهم خشن وكان يقول لرسول الله سلام سخرية أما كلمت اليوم من السماء استهزأ بي ومنهم الأسور ابن عبد المطلب الأسدي ابن عم خديجة كان هو وشيعته إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون وفيهم نزل في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ومنهم الوليد بن المغيرة عم أبي جهل أبو جهل يبقى عمه والوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد كان الوليد بن المغيرة من عظماء قريش وفي ساعة من العيش سمع القرآن مرة والوليد بن المغيرة ده كان من المحكمين في بلغة الشاعر في سوء عقاز يعني راجل بقى يفهم اللغة كويس كان راجل لغة وكبير وهو يعتبر إمام المحكمين في الشعراء الشعراء يجوا يعرضوا شعرهم وهو اللي يختار من الأول ومن التاني ومن الفائز من شدة بلاغته سمع القرآن مرة من رسول الله سلام فقال لقومه بن مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة طلاوة يعني يعني جمال وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق المغدق يعني كثير المعاني يقول لك ماء غدق يعني ماءا كثيرا وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى فقالت قريش صابأ والله الوليد لا تصبأ أن قريش كلها لأنه كان زعيم في قومه لو صبأ يعني دخل في الإسلام ستدخل عدد كبيرة معه فقال أبو جهل أنا أكفيكم أنا حروح لكم أشوف إيه اللي حصل لأنه لا أشاهدت القرآن تدل كأنه مؤمن بالقرآن بقى خلاص فتوجه وقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه يعني أزال في نعرة أشعل في نعرة الجهل فقام فأتاهم فقال تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يهوس وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعطى شعرا قط وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا ثم قالوا فما هو ففكر قليلا ثم قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده وموليه فارتج الندي فرحا فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المدثر مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم كتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر نزلت الآيات دي فيه وأنزل فيه أيضا في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف واللي بيكتر الحلف يبقى كذاب علامة الكذاب إنه كل يش يقول لك والله يا أخي شفت كذاب والله والله طولي نقول لك والله من غير ما تطلب منه يحلف لأنه كذاب فتملي كثرة الحلف تدل على إنه كاذب يبقى فلا تطع كل حلاف يعني كذاب لأنه كثير الحلف علامة الكذاب حلاف مهين مهين يعني حقير زليل وأراد به الكذب لأنه حقير في نفسه الكذاب لأنه حقير في نفسه هماز مشاء بنميم الهماز اللي هو العياب والطعان يضطر على ده يضطر على ده ويغمز على ده ما حدش عجب يبدأ اسمه إيه ويل لكل إيه همزة لومزة هماز يعني عياب طعان مشاء بنميم ينقل الأحاديث على سبيل الإفساد مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم العطل اللي هو إيه اللي ما يطلعش منه كلمة طيبة يعني جاف القطع الطبع غليص وإيه وألفظه سخيفة ما يقولكش كلمة طيبة أبدا ده العطل اللي هو الغليص جاف الطبعا بعد ذلك ذنيم يعني بعد ذلك يعني فوق ذلك يعني فوق ما سبق من الصفات يعني ذنيم يعني دخيل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم كناية عن الإزلال والتحطير الخرطوم اللي هو الأنف يعني لأن الوجه أكرم عضو الأنف أشرف ما فيه ولذلك اشتقوا منه كل ما يدل على العظمة كالأنفة وهي الحمية فالوسمة على أشرف عضو دليل الإزلال والإهانة كل دي بعض أسماء المستهزئين ومن المستهزئين أيضا النضر بن الحارس العبدري من بني عبد الدار ابن قصي كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للناس يحدثهم ويذكرهم ما أصاب من قبلهم قال النضر هلم يا معشر قريش فإني أحسن منه حديثا ثم يحدث عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم ويقول ما أحاديث محمد إلا أساطير الأولين النضر بن الحارس ده كان مثقف ده هو ده مثقف كريش معلوماته كتير وسافر كتير وعنده إيه أخبار الأمم السابقة فلما رسول الله بيحكي في القرآن قصص السابقين قال لهم ده أنا عندي قصص أكتر منه إيه المشكلة تعالوا بس وأنا أحكي لكه أكتر منه قال لي إيه آفة الثقافة والمثقفين في كل زمان وفي كل عصر وفيه نزل في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة وفي وباء القراءات هزوة لكن هزوة ده حفص بس يعني استهزاء أولئك لهم عذاب مهين وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرى يعني صمم فبشره بعذاب أليم وكل هؤلاء انتقم الله منه كما قال تعالى في التنزيل في سورة الحجر إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وقد وضع الله جل ذكره الوعد في سورة الماضي قال له كفيناك ماضي هو وهم لسا عادين بيستأزئوا فجاء في سورة الماضي دليل إيه دليل التحقق تحقق الوقوية لأن الآية مكية وهلك هذه الفئة كان بعد الهجرة فمنهم من قتل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقب بن أبي معيت ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة ثم نقف على إسلام سيدنا حمزة أسد قريش الذي صار بعد ذلك أسد الله وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة القادمة إن شاء الله اللهم معلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يسر أمورنا اغفر ذنوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب نحن وسائل المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم لخير